اشتركوا في القناة وهذه المنزلة جيدة بكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر وطبعا القمر راح يظل موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 10 و3 دقائق من مساء الليلة اللي هي ليلة السبت على الأحد بعدين بدوا ينتقل لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد وبما أن القمر موجود في برج الحمل معناته في هذه الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتصرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحضر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا شراء أشياء لها علاقة بالشأن الشخصي كثياب أو لباس جديد أو إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة زاوية سلبية حادة وهي بتدل على بداية فترة فيها شوي حدية أكثر من الفترة الماضية من ناحية العنف والأمور اللي إلها علاقة بالعواصف إلها علاقة باختلال الجو إلها علاقة بالتفجيرات إلها علاقة بالاغتيالات بالثورات والأشياء هاي وأول زاوية من هاي المجموعة هي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين أورانوس ففي هاي الفترة طبعا هاي زاوية تأثراتها من يوم 6-11 لغاية يوم 12-11 دروتها يوم 9-11 الساعة 8 و26 دقيقة صباحا بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب وكمان في هاي الفترة بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا لما بتصير زاوية ما بين الشمس وما بين أورانوس سلبية بتحدث ثورات وانقلابات عسكرية اغتيالات بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبتدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث العلاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وأنها تأثيراتها لغاية يوم 7-11 يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 9-11 بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة بعض المؤسسات المالية والأبناء بتعرف اضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير عشان هيك برضو هاي الفترة اللي بيشتغلوا في مجال البورصة والأسهم بدهم يكونوا حذرين جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهي تأثيراتها لغاية يوم 14-11 وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبي منفصل وبين زحل وبين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 بنصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتبردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الهلاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر فعنا أول زاوية وتأثيراتها من الآن ولغاية ساعات المساء هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهي تأدروتها ساعة 48 و43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون الساعة 28 و29 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار عندنا زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون ذروتها ساعة 10 و29 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات العصر لغاية صباح اليوم التالي فتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هذه الزاوية المباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 10 و29 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى صباح يوم الاثنين الساعة 15 و14 دقيقة صباحا ليستقر القمر بعديها في برج الثور هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب المرارة الشرايين والدم هدولة الأكثر حساسية واللي لازم ما نجري لها أي عمليات جراحية كبرى ولكن كعمليات صغرى ما في أي مشاكل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد اللي هو اللي بحاجة لليزر أما إزالة الشعر الطبيعي فما في أي مشكلة هذا اليوم أيضا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر زي ما حكينا بالنسبة لخلو المسار ذكرنا أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 12 يوم في تمام ساعة 1 و 49 دقيقة عصرا بصير عمره 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 هي سعيدة بنسبة 45% القمر في الحمل حتى يوم 7-11 والآن سعيد بنسبة 30% في ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة 45% في ساعة المساء بتناقص لنسبة 30% سعيد عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد بنسبة 10% والزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 منتحس بنسبة 15% والمريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% أما بالنسبة للمشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 بعدين برجع للحركة الأمامية منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم وبتهتموا بمظهركم وبعض التغييرات وهذه تعتبر مرحلة ممتازة مرحلة جديدة فيها انطلاقة لمشاريع جديدة ولكن بما أنه بدأت تأثيرات خسوف القمر فمنقول ركزوا بشكل جيد ما تبدأوا بالانطلاق بالمشروع قبل ما تركزوا فيه بشكل جيد وتستشيروا الأهل الاختصاص اليوم تتمتعوا بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت اليوم سباق ورائد في حقل اختصاصك بأي تخصص بتكون فيه اليوم داعم لإلك بقوة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الاثنين فبتكونوا ضلوا دايرين بالكم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعكم وربما تلغى واللي بيبعدكم بشيء ما رح يوفي فيه أهم شيء انكم تتجنبوا اتخاذ أي قرار خلال هذا اليوم ونص وتأكدوا من حجزكم إذا حجزين لشيء لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاء أو ستفاهم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء اليوم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة وحاولوا انكم تكونوا مخلصين لصداقاتكم ووعودكم ممكن اليوم تحصدوا تأييد لا بأس فيه فأهم مش انك تكثف ارتباطاتك وانت اليوم بحاجة للتعاون وأيضا مساعدة الآخرين لا إلك أما في ساعات المساء فبتبدأ الضغوط عليك بشكل كبير لأن القمر بصير يقترب من بيت المتاعب فعشان هيك بدك تضبط أعصابك بشكل جيد وعادي جدا إنك بدك تتحمل كل الضغوطات لأنه أي تصرف عدائي رح ينحسب عليك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاح على الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وعلاقاتكم مع المسؤولين أو رؤسائكم بالعمل الأهم شيء إنه تهدم من روعك لأنه هاي فترة ضاغطة فيها كثير من المتاعب والتوتر فبدك تعالج الأمور بهدوء وتقدم أفضل ما عندك في ساعة المساء بتنشط اجتماعيا أو ببع بعض العلاقات مع الأصدقاء اللي بتتم من خلالها بعض المساعدات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في مجال الاتصالات البعيدة والسفر والتعامل مع الأجانب واليوم مناسب لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة فحاولوا أنكوا تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة ابتنجحوا في الترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم إشي نماتهم الواجباتكم حتى ولو كثرت أو صعبت نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تأخير فحاول أنك اليوم تقدم بجراءة وتستغل كل الطاقات الإيجابية الموجودة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض وبإمكان كل يوم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت اليوم بحاجة لطاقة ولا نشاط ولا حيوية القمر صحيح في البيت الثامن ولكن بتركزوا على الأموال المشتركة بشكل جيد اليوم ممكن تهتموا بسداد بعض الفوتير أو أمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين ولكن في ساعات المساء النشاط بصير أعلى بالاتصالات والحوارات والنقاشات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ولكن القمر موجود مقابلكم تماما بإمكان كل يوم تعززوا العلاقات مع شركاء المال أو العاطفة وهذا يوم مناسب للقيام بعمل واتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه اليوم ما بجوز إثارة المتاعب اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحذروا من الحوادث والأعداء لأنهم كثر في هذا اليوم وسهل جدا استفزازك عشان يقدر تضبط عصابك لأنه أي خلاف أنت الحلقة الأضعف برج العطرب بالنسبة للموليد برج العطرب طبعا أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل واليوم تجدوا تعاون من الزملاء وحاولوا أنك تنظموا جدوى الغذاء ومتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وبس بساعة المساء لأن القمر راح يقترب من مقابلتك فممكن تشعر بالتعب أو الإرهاق أو سوء تفاهم راعي وضعك الصحي وأيضا حاول أنك تضبط عصابك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الجو ممتاز جدا للأمور العاطفية ولتجربة بعض الحضوض الظروف جيدة احتمال أنه يكون فيها بعض القلق اتجاه أحد الأحبة اليوم أنت نشيط وحيوي بتميل له ترفيه بتقدر أنك ترفع عن نفسك أنت قدمت لك طاقة عالية جدا اليوم وملفت للانتباه من ناحية جمالك أو من ناحية عاطفتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وتعتبر هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارئ يعني بمعنى آخر اليوم التركيز كله على أمور العلاقة بالبيت بالعائلة بأفراد العائلة بالعلاقات الاجتماعية العائلية إما إيجابيا أو سلبيا برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفريات القصيرة والاتصالات الكثير ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلق في مرحلة مهانية للترويج لما شريع بنجاح باستطاعتكم قلب المعدل لصالحكم أهم شنكو ما تبقوا وحدين بل يبحثوا عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط اليوم بتمتلك سرعة خاطر وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع ومهارة ملموسة في منكو راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالإلكترونيات أو إلها علاقة بالسيارات يا تصليح يا شراء يا استبدال يا صيانة أمور من هذا القبيل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي المكسب هذا بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعودلهم أو يحصلوا على هدية ممكن تسمعوا خبر سار وبيلعب قريب لكم دور مهم جدا ممكن تهتموا قضية شراكة أو عمل أو تعالجوا أمور مالية بشكل دقيق ورح تهتموا لبعض الأولويات المالية اليوم وبتجدوا الحلول والتسويات ممكن تهتموا لبعض الدفعات أو ممكن تحصلوا على بعض الدعم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر